السلامة لبنات مرحبا بكم في القناة اليوم سوف نشارك معاكم وحد العاصر اللي في وحد المكوي اللي غي خليه لديد وخاتر لنا ولي نصف الليطر ديال الحالب يعطينا اطر ونصف ديال العاصر كيف تتشوفو ومقادر بسيطة وفي متناول جامع المهم بالنسبة هنا للفريز انا غنستعمل مركز ديال الفريز عندي اللي خدمت معاكم من قبل غنخلي لكم صندوق الوصف سنقوم بتريد طبيعي اللي بنات ما عندهم شقدرو فريز عادي وجوج حكوكا ديال ضيانون ديال الفريز ونصف الليطر ديال الحالب وجوج بنانات وجوج فرماجات بالنسبة للساندة لو كنتم غديروا الفريز عادي لإحساب الضوء يعني انا اخت هنان مركز كما خدمت معاكم رفيز سيكار يعني ما نديروا السانيدة وهن هنغا ديالجو جوج علب ديال الفريز من الاحسن يكون لون ديالهم غوز يعني ركينين في المحلات كينا بزاف الانواع انا درت هذى اللع سوف نقوم بعمل 6 لتر الحليب نقوم بعمل 4 معلقات المركز سوف نقوم بعمل 150 جرام أو 150 أو 160 جرام مع الحساب الفريز اللي بغي الكمية أو تتحكموا في الخطورية العاصر نقوم بعمل جموزات لكن عندكم كبير تقوم بعمل واحدة هنا نقوم بعمل فرماج متلات نقوم بعمل مربع من الأحسن المثلات لكي لا يأتي قوي لكي يبقى محتفظين علينا العاصر على الفريز وإنك هذه الفريز وإنك هذه الضانون أو ياغورت سوف نضحن المكونات دينا كاملين سوف نقوم بعمل عاصر دينا وجد هذا العاصر صار حزوين جربوه الماضاق دينا وراء سوف نشاركو معكم من نوع اللي تقدروا تديروا في التحضيرات دي الرمضان في وجبة الأفطار أو في الصحر لماذا لا؟ قلت نشاركو معكم هذا العاصر اللي هو رائع وتيجي لديه مهم هنا اللي طحنت العاصر ديالي تنفرغ الكمية في الكيسر والآخر غا نخيفها القرعة يعني باش تشوفوا يعني تعطيكم كمية تقيلة وخاسر الشكل دياله وهذا هو الشكل نهائي ومتمنى يعجبكم هذا العاصر وتشاركو مع عاصر ديالكم ومرحبا بكم في القناة وما تبخلوش علينا بلايك بلايك وابوني الناس اللي يشوفوا القناة ديالي أول مرة مرحبا وتنشكركم على الدعم في القناة ديالي إلى اللقاء